السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثالثة الدوائر الكهربائية ثلاثة إلى واحد التيار الكهربائي يعد التيار الكهربائي جوهر علم الكهرباء وهو يمثل أي حركة ناتجة من حاملات الشحنة الكهربائية يكون اتجاه التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية من الطرف الموجب للخلية إلى الطرف السالب ويشار إلى هذا التيار باسم التيار الاصطلاحي ولكن ما يحدث في داخل الموصل الكهربائي عكس ذلك حيث تتحرك الإلكترونات على طول السلك نتيجة تأثرها بالقوة الكهربائية فتتحرك مبتعدة عن الطرف السالب أي عكس اتجاه التيار الاصطلاحي حاملات الشحنة الكهربائية نعرف حامل الشحنة بأنه جسيم مشحون في التيار الكهربائي وقد يكون الجسيم هذا إلكترون أو بروتون أو نيوترون ففي حالة المحاليل الإلكتروليتية وهي المحاليل التي توصل التيار الكهربائي حيث تحتوي هذه المحاليل على الأيونات الموجبة والسالبة بحيث تتحرك باتجاهين متعاكسين ناحية الأقطاب المخالفة لشحنتها لذا فالشحنة الكهربائية في فلز الماء عبارة عن إلكترونات وفي محلول إلكتروليتي تتكون من الأيونات الموجبة والسالبة وإذا أخذنا في الاعتبار بنية الجسيمات المشحونة فإنها تكون بمقادير محددة تساوي مضاعفات صحيحة من أصغر مقدار للشحنة والتي تمثل شحنة الإلكترون الواحد أو البروتون الواحد وهذا ما نعنيه بأن الشحنة كمية مكممة فمكممة تقال عندما تكون للكمية حد أدنى من المقدار وتكون دائما بمضاعفات من هذا المقدار التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية نعرف شدة التيار الكهربائي بأنها معدل تدفق الشحنة الكهربائية عبر نقطة ما في دائرة كهربائية وتقاسب وحدة الأمبير ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستنتج قانون شدة التيار الكهربائي فشدة التيار الكهربائي تساوي الشحنة الكهربائية تقسيم الزمن ونعبر عن القانون رمزيا i تساوي q على t حيث i هي شدة التيار الكهربائي بوحدة الأمبير وq هي كمية الشحنة بوحدة الكولوم و t هو الزمن بوحدة الثانية فعندما نقول أن شدة التيار تساوي 5 أمبير يعني ذلك أن شحنة مقدارها 5 كولوم تمر في مقطع السلك في الثانية الواحدة وتكافئ وحدة الأمبير وحدة الكولوم في الثانية والسالب واحد الجسيمات المشحونة يحمل كل إلكترون شحنة سالبة صغيرة مقدارها سالب 1.6 في 10 والسالب 19 كولوم وتسمى بالشحنة الأولية وبما أن الشحنة الكهربائية تحملها جسيمات فإنها يجب أن تأتي بكميات مضاعفة للشحنة الأولية ونستطيع معرفة ما إذا كانت الكمية ممكنة أو مستحيلة من خلال قسمتها على الشحنة الأولية أي قسمتها على 1.6 في 10 والسالب 19 كولوم فإذا نتج عدد صحيح فهي ممكنة وإذا نتج غير ذلك فهي مستحيلة أو نستخدم العلاقة التالية Q تساوي NQ حيث N عدد صحيح من الجسيمات إلكترونات أو بروتونات وQ هي الشحنة الأولية وتساوي 1.6 في 10 والسالب 19 فمثلا الشحنة الكهربائية 3.2 في 10 والسالب 19 الكولوم ممكنة لأن هذه الكمية تساوي 2E ولكن الكمية 2.5 في 10 والسالب 19 كولوم مستحيلة لأنها ليست مضاعفات صحيحة للإلكترون معادلة التيار الكهربائي الفلزات مواد تسمح بتوصيل التيار الكهربائي وتوجد عدد كبير من إلكترونات التوصيل يساوي عدد الذرات في السلك ونسمي عدد إلكترونات التوصيل لكل وحدة حجم من الفلز باسم الكثافة العددية ونرمز لها بالرمز N وتقاسب وحدة المتر والسالب ثلاثة يبين الشكل جزءا من سلك طوله L ومساحة مقطعه العرضي A ويمر عبره تيار كهربائي شدته I تتحرك حاملات الشحنة الكهربائية في الموصل بسرعة معينة تسمى متوسط السرعة المتجهة الإنجرافية وهي متوسط سرعة مجموعة من الجسيمات المشحونة عند مرور تيار كهربائي في موصل ونرمز لها بالرمز V وتقاس بوحدة المتر في الثانية والسالب واحد ونستطيع حساب شدة التيار الكهربائي بناء على العوامل المؤثر عليها بالقانون I تساوي I V Q حيث N هي الكثافة العددية بوحدة المتر والسالب ثلاثة وA هي مساحة المقطع العرضي للموصل بوحدة المتر تربيع وV هو متوسط السرعة المتجهة الإنجرافية بوحدة المتر في الثانية والسالب واحد وQ هي الشحنة الكهربائية على كل حامل شحنة بوحدة الكولوم ولا ننسى أن مساحة مقطع السلك قد يكون على شكل دائرة نستطيع حسابها من خلال حساب مساحة الدائرة فA تساوي B R تربيع حيث R هي نصف القطر ومن خلال معادلة شدة التيار نلاحظ أن وحدات المعادلة متجانسة ونقصد بمتجانسة هنا أنه عند اختزال الوحدات في طرفين المعادلة نحصل على وحدات متشابهة أي تتساوى في النهاية الوحدات على يمين ويسار المعادلة حيث I تساوي N A B Q فشحنة شدة التيار I هي الأنبير وشحنة الكثافة العددية N هي متر والسالب ثلاثة وشحنة المساحة A متر تربيع وشحنة السرعة المتوسطة الانجرافية متر في الثانية والسالب واحد في حين أن شحنة Q هي الكولوم ولكن في هذه الحالة استخدمنا الوحدة المكافئة للكولوم وهي الأنبير في الثانية وبالتالي فإن متر والسالب ثلاثة تلغى مع المتر والسالب والثانية والسالب واحد تلغى مع الثانية قس واحد فيتبقى الأنبير يساوي الأنبير فنقول ساعتها بأن المعادلة متجانسة العوامل التي يعتمد عليها متوسط السرعة المتجهة الإنجرافية من معادلة شدة التيار I تساوي NAVQ نوجد قيمة متوسط السرعة الإنجرافية V فV تساوي I تقسيم NAQ ونلاحظ من المعادلة أن متوسط السرعة الإنجرافية V تتناسب طرديا مع شدة التيار I في حين أنها تتناسب عكسيا مع كل من الكثافة العددية N ومساحة مقطع السلك A فمضاعفة شدة التيار تؤدي إلى تضاعف متوسط السرعة الإنجرافية ونقصان مساحة المقطع للنصف يؤدي إلى تضاعف السرعة ونقص الكثافة العددية للإلكترونات يصاحبه زيادة في متوسط السرعة الإنجرافية واحد تيار كهربائي شدته 200 أمبير يمر في مقطع من موصل خلال خمس ثواني احسب عدد الإلكترونات التي تمر في الثانية الواحدة نستخدم قانون شدة التيار I تساوي Q على T ثم نوجد كمية الشحن Q من خلال القانون Q تساوي I ضرب T ثم نعوض I تساوي 200 ضرب الزمن T خمس ثواني فتظهر قيمة Q تساوي 1000 كولوم ومنها نوجد عدد الإلكترونات التي تمر في الثانية باستخدام القانون Q تساوي N Q أي أن N عدد الإلكترونات يساوي Q تقسيم Q ثم نقوم بالتعويض كمية الشحنة 1000 كولوم تقسيم الشحنة Q 1.6 في 10 السالب 19 وهي شحنة الإلكترون يساوي 6.25 في 10 21 إلكترون 2 أحسب متوسط السرعة المتجهة الإنجرافية للإلكترونات في سلك نحاسي نصف قطرة 0.4 مليمتر يمر به تيار كهربائي شدته 6.0 أمبير علما بأن الكثافة العددية لإلكترونات النحاس 8.5 في 10 28 متر السالب 3 نطبق شدة التيار I تساوي NAVQ ثم نوجد متوسط السرعة الإنجرافية V تساوي I تقسيم NAQ ثم نقوم بالتعويض شدة التيار I تساوي 6.0 تقسيم الكثافة العددية N تساوي 8.5 في 10 28 ثم مساحة المقطع A غير موجودة في السؤال ولكن أعطاني نصف القطر فأستطيع إيجاد مساحة المقطع بالقانون buy R تربيع ويقصد بالR هنا نصف القطر ثم نقوم بالتعويض buy ضرب نصف القطر R 0.4 وأقوم بتحويلها إلى وحدة المتر إذن راح أضربها في 10 السالب ثلاثة ولا أنسى التربيع ثم ضرب Q الشحنة 1.6 في 10 السالب 19 يوهر الناتج 877 7 في 10 السالب 6 متر في الثانية السالب 1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر